موسيقى كنا نحسل مشتركة للدائرتين في الحالات الآتية وكنا نرحسنه طيب نشوف هون بقدر ارسمها ما ازاي هيك وبقدر ارسمها ما ازاي هيك صح؟ بيجي طالد يتفزلك شوية المشكلة لما ارسم هذا بقدرش العب فيه بالمرة هاي ممسة بيجي طالد يتفزلك بقدر استر هاي ممسة هل هذا ممسة؟ لا طبعا ليش مش ممسة استر؟ لانه رح يخطع هون ورح يخطع هون تمام؟ رح يخطع فيه نقطتين طيب هون كم ممسة بقدر ارسم؟ ممسة واحدة فقط صنفها داخل وخارجي ثمين خارجيات لانه هي الخط المستقيم بناتهم فهون خارجي خارجي هون برضو خارجي لانه هذولا هاي الخط بناتهم فهم قطعه فإذا ممسات خارجية تمام؟ الموضوع كثير بسيط فقط بهاي البساطة طيب نجينا للحسابات جينا للشغل اللي هيك بتزحق هاي مش حلوة لا استر لطيفة وما فيها اشي إن شاء الله وحدة وحدة إن شاء الله بنكون أمورنا إن شاء الله تمام شو بده؟ أجد طول A B في الشكل المجاور بده A B بدي طول هاي هاي اللونة أحمر من هون لهون احنا حكينا يا أستاذ بالهندسة أو بالرسم أو بالإيجادة المجاهيل باختصار أو بإيجادة أطوال باختصار لازم أدور على شكل أنا بعرف أتعامل معه هذا الشكل زي هيك عبارة عن مثلثين طيب دوله مثلثين الاستخدام فيثاغورس وهي قائمات وأموره هون تمام ما عمنا مشكلة طيب المثلث هذا لازم أعرف ضلعين أنا بعرف ضلع واحد المثلث هذا بعرف ضلع واحد لازم أعرف ضلعين طيب مش بنقدر نساوي هاي الحركة نمد خط من هون نكمل هذا المده 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 هيك مع خط من هون شو صار عنا؟ هون قاعد بالساوي عنده بده يكون قائم الزاوية انتبه علي نسمي النقطة هاي مثلا مثلا سي سي سمي النقطة هاي سي لاحظ معي لاحظ معي إنه صار عندي مثلث أستاذ شو قصدك في المثلث؟ سي اي ان عبارة عن مثلث طيب نفس المشكلة ياستاذ لا أصلا زيت الطين بله في أطلاع كثير مش عارفينها احنا بنعرف بس ضلع واحد لا أستاذ احنا بنعرف ضلعين شو هم؟ هاي المسافة من هون الى هون كم؟ عشرة طيب من هون الى هون برضو عشرة إذا صفة عندي ضلع معروف عشرة والوتر معروف ثمانية وعشرين ظل أعرف هاي وهاي معروف انها قد هاي لأنه عندي هذا تصار عندي شكل مستطيل فبقل له بقل له انه ام ان الكل تربية او ام ان تربيع عفون يساوي عشرة هذا ما بتحط لي عشرة ستعاش ستعاش تربية زائد الظلع اللي انا بدي اياه سي ان تربية نحسبها السريع نطلع ام ان قليش قيمته ثمانية وعشرين الآن ثمانية وعشرين تربية ناقص ستعاش تربية يساوي تحت الجذر اذا سي ان يساوي اربعة جذر الثلاث وثلاثة باختصار شو سويت خلت ام ان خلنا حلها بس بتفصيل شويس اكثر قلت استاذ سي ان تربيع سي ان تربيع يساوي ام ان اللي هو ثمانية وعشرين تربيع ناقص ستعاش تربيع وطلع معي الجواب اربعة جذر الثلاث وثلاثين ببساطة جدا شفت كيف ما سهلو بس انه انا قدرت اقدرت اخلي الشكل هادا غير معروف يعني انسان لي هادا اللون البرتقال اللي انا اراسمه خلت الشكل غير معروف عبارة عن مثلثات معجوق شوية في بعض عبارة عن مثلث واحد كبير اقدرت اطلع منه اللي انا بدي اياه طيب هسا شو صار عندنا هيك ما خلصنا حل ترى هيك احنا ما خلصنا هسا بقول له ومنه A B يساوي جذر اربعة جذر الثلاثة وثلاثين ليش يا استاذ لانه مستطيل هاي قائم الزاوية وهون قائم الزاوية هون قائم الزاوية هون قائم الزاوية هون قائم الزاوية هذا صار عبارة عن مستطيل مستطيل تمام اه ترث لو احكي لك مربع بزبط احكي لك مربع بزبط شو تعري في المربع كل ظلعين متقابلين متساوية تمام كل ظلعين او اعفوان المستطيل بقدر احكي عنه مربع العكس غير صحيح اذا هذا عبارة عن مستطيل المربع ما بقدر احكي عنه مستطيل تمام لكن المستطيل او اعفوان المربع بقدر احكي عنه مستطيل المستطيل ما بقدر احكي عنه مربع ليش هزا اشتري في المستطيل كل ظلعين متقابلين متساوية في المربع مش كل ظلعين متقابلين متساوية صح بل بزيادة كمان جميع الله متساوية فكل ظلعين متقابلين متساوية بقدر احكي عنه مستطيل المربع بقدر أحكي عنه مستطيل هذا توقع بالسلس لكن بنحصله هنا صار عندنا مستطيل كل ظلعين متقابلين متسويين طلعت الظلع هذا وطلعت الظلع هذا انتهى عندي السؤال أجد طول المماسة المشترك ST بده هذا تمام في الشكل المجاور إذا علمت أن إذا علمت أن BO هاي كلها عبارة عن 34 تمام وOS هون أربعة وهون عندي 12 نفس الفكرة بالزبط مدها من هون خلنا مدها بخطوط مستقيمة أحسن مدليها من هون خط مستقيم خليه تمام ومدليها من هون صار عندي مثلث قائم الزاوية تمام وتره معروف فبقول له 43 تربيع يساوي دير بالك الوتر دائما تربيع يساوي أنا دائما أكتب القانون صح عشان أنه ما أخليك تخربط دائما أكتب الوتر يساوي بعد أن نقلب زي ما بدك 4 و 12 16 تربيع زائد اللي هي أنا بدي إياها اللي هي بده هو إيش BT BT بي طلعناها بده ST بده ST بده هذا الظلع إذا مش هذا الظلع قد هذا الظلع إذا فلعت حال أنتها السؤال بدي B نسميها هاي النقطة D B D تمام الآن الحاسر على السريع شو رح أساوي رح أنقل 16 تربيع قاعدة فقط رح أقول له 3-4 تربيع ناقص 16 تربيع يساوي تحت الجدر بطلع 30 إذن B D BD يساوي كم 30 اللي هو نفسه اللي أنت بدك إياها إيش بده بده ST بده ST ST شو هذا ST يساوي برضه 30 ليش؟ لأنه هذا الظلع قد هذا الظلع لأنه نحكي عن مستطيل فقط لغير طيب السؤال المماس TS المماس TS خلصنا حل نمسح بس بدي أصل سؤال ثاني على السؤال يعني السؤال أو TS 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 عبارة عن إيش؟ مماس داخلي بالله خارجي أستاذ 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 مماس داخلي ليش مماس داخلي؟ لأنه قطع بي أو قطع بي أو طيب طيب نحن هك خلصنا حسنة الأنشو الله موسيقى ترجمة نانسي قنقر